أصدرت إدارية جدة قرار قضائي عاجل بإيقاف قرار أمانة جدة اللي قامت به خلال الفترة الماضية هذا بالتزامن مع إغلاق 46 محطة وقود والمحلات التجارية التابعة لها وليصل عددها الإجمالي حوالي 800 محل تجاري سيتم إعادة فتحها مرة أخرى حتى موعد صدور الحكم النيائي بالقضية وعفور صدور القرار أبداً ممثل الأمانة اعتراضه حيث تم تحديد يوم الأحد المقبل موعداً استلامي نسخة من التمهيد لتقديم لائحته الاعتراضية بالحديث أكثر حول هذه القضية يلتحق بيمن جدة المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أهلاً دكتور عمر أهلاً بيك مستحيل الله الخير ومستحيل عليك وعلى المشاهدين الكرام حياك الله يا سيدي يعني ليه تشرحنا الوضع الصاير وكيف حصلت المحطات وأصحابها على هذا الحكم بفتحها من جديد الواقع هو هذا عمل القضاء الإداري إذا استشعر أي شخص عامل في إحدى الجهات الحكومية أو متعامل أو ذو صلة بصورة أو بأخرى مع أي جهة حكومية فلا هو الحق في الطعن في أي قرار يصدر ويلحق به الأذى وهذا مواقع من أصحاب المحطات إذ قاموا بالطعن في قرار أمانة مدينة جداً قاضي بإغلاق محطاتهم حتى تتواءم مع اللائحة التي سرى مفعولها طبعاً الدائرة قرأت بسرعة أوراق الدعوة وأصدرت قرارها العاجل القاضي بوقف التنفيذ إذا ليس ما يتم ألبث في موضوع الدعوة طبعاً لابد من توافر عنصرين في هذا القرار قرار الدائرة وهو قابل للإستناف بالطبع عنصر الجدية وعنصر الاستعجال إذا توفر هذه العنصرين وهو ما رأت الدائرة في ديوان المضانع أو المحكمة التجارية في محافظة الجدة المحكمة الإدارية ورأت أنه فعلاً توفر هذا العنصرين ومن ثم أصدرت قرارها القاضي بوقف تنفيذ القرار والسماح لأصحاب المحطات باستئناف نشاطهم ريث ما يتم النظر والفصل في موضوع الدعوة لكن دكتور عمر أهل المحطات الآن فتحوا محطاتهم ورجعت المحطات للعمل من جديد نعم هذا القرار على أنه ليس نهاية قابل للإستناف إلا يتيحوا لأصحاب المحطات استئناف نشاطهم مرة أخرى ريث ما يتم الفصل في هذه الجزئية طيب يعني ما في اعتراض على الحكم لكن أنت مش شايف أن المحطات الموجودة في جدة قاعدة تسيئ لشكل البلد من خلال وضعها السيئ على طريق الحرمين اللي نحن قاعدين نشوفه دائما نعم أنا أتفق معاك والكافة يتفقون معنا في هذه الجزئية وليش ترافع في هذه القضية مدام ما كنت تتفق معنا إذا كان وضع المحطات خاطئ فالخطأ لا يعالج بخطأ مثلي كيف يا سيد عندنا في جدة يمكن 207 محطات أو أكثر هذه يتبعها مئات المحلات التجارية تعيش منها أسر وفيها عمليات على مدار الساعة عمليات معينة ولا نستطيع أنه لو أغلق بالعكس هذه المحطات في أحد الدول الأخرى وقعت نفس المشكلة وأغلقوا المحلات دون أن يغلقوا المحطات كانت النتيجة أن أصحاب المحطات أغلقوا المحطات بأنفسهم حتى أصبحت الأمانة أو الجهة التي تترجاهم أنهم يستأنفوا عملهم لا يا سيدي دكتور عمر إذا أذنت لي وأنت أخبر مني وأنت من أهل المنطقة يعني الإساءة للبلد أتصور أنها أعظم خطأا من أننا قاعدين نقول أنه والله بصراحة بتعيش منها الأسر إذا أجل خلاص أنا بفرش بالشارع وبقول أنا بعيش منها وبيصير ما في نظام وكل واحد فينا بيجي يقول لأن وضع المحطات دكتور عمر وأنت أعرف مني بطريق الحرمين يسيء لنا أكثر مما أنه قاعدين نقول أن نعيش الناس منه نقدر نعيشهم من خلال هذه المحطات بتطويرها تطوير المحلات تطوير المطاعم والمحلات اللي في جدة على طريق مكة جدة سيئة وتسيء للبلد تتفق معي أم لا؟ أتفق معك طبعا والجميع طيب مدامك تتفق معي دكتور عمر أنت قاعد ضد الأمانة تتكلم وتقول الأمانة ترى حذرتهم وقالت لهم أكثر من مرة هذا الكلام أنه يا أخوان ضبط وضعكم سووا الاشتراطات اللي نقولها لكم هم كانوا يعني راكبين روس وما يبغون يسوون شيء صح؟ أنه النواية الحسنة لا تغني عن حسن الوسيلة يفترض تطوير هذه المحلات بوسائل مقبولة وسائل فعلا في لائحة لائحة جيدة ويعني تستهدف تطوير هذه المحطات وأنا بالفعل وكثير من الناس يعني يعلم أن هذه المحطات وضعها الحالي سيء ولكن كيف تعالج هذا السوء معالج السوء كيفية معالج هذا السوء لا يعني أن تعمد الأمانة إلى استخدام قوتها وما لها من السلطة على هذه المحطات حتى تقوم بهذا هناك يعني أتيحت لهم فرصة العمل تحت مظلة شركات خاصة تم تأهيلها لهذا الغرض بحيث تنخرط أو تنضوي هذه المحطات تحت مظلة هذا لكن هذا أضاع حقوق كثير من الملاك يعني النظرة تكون متساوية متوازنة اسمحني أقول لك دكتور عمر المحلات والمحطات الموجودة على طريق جدة ونقدر نزورها ونشوف مين اللي ماسكها هل اللي ماسكها أسر سعودية ولا ماسكها عمالة أجنبية وجنسيات محددة هي اللي ماسك المنطقة هذه كاملة فإحنا إذا كنا نضغط فإحنا نضغط لتحسين صورتنا أمام حتى أنفسنا لا نستطيع الضغط على أحد ليش؟ بالنظام نحن نطلب النظام طبعا أنا حصلتها لحكم قضائي أو مكتب الدكتور عبد الرحمن الخولي هو الذي حصل على أحكام قضائية تخذ بعادة فتح هذه المحطات وإلغاء أو وقف تنفيذ قرار الأمانة نظرا لما أصاب هذا القرار من عوارف التنفيذ لا يمكن لا يمكن والموضوع طبعا له يعني بعض التشعبات وبعض الأشياء التي لا يمكن ذكرها أما بالنسبة لعمالة وشغلة هم فعلا عمالة وافدة لكن الملاك مواطنين لا بس الملاك المواطنين متسترين في التجارة التي صايرة يا دكتور يعني قاعد هو يأجر أوكي وهذا قاعد يعني يشتغل والأسر السعودية التي تتكلم عنها وأنا تتكلم عنها وليس قاعدة تستفيد من هذه المحطات وهل مهام أمانة توافقني الرأي أم لا أنا غلطان أوافقك لكن إلى حد معين هل مهام أمانة مدينة جدا مكافحة التستر أم الارتقاء بمستوى هذه المحطات الارتقاء بمستوى المحطات ولكن أنت كنت أول ما تكلمت معي يا دكتور تقولي أنه في أسر تبغاها تروح الشارع أنا أقول لا إذا كان في أسر فأحنا ما نرضى ولكن اللي أنا أيضا ما أرضاه يا دكتور أنه يكون شكلنا في المحطات اللي عندنا يفشل ولنا كم سنة نتكلم عن هذا الموضوع في وسائل الإعلام أنه يا رب تتصلح ويلا صلح ولما الأمانة اشتغلت صرنا نجي إحنا كمحامين نقول أنه الأمانة أخطأت وتعسفت ترى أنا يا دكتور أكثر شخص انتقد الأمانة لكن في هذا الجانب أنا والله مع الأمانة حسن النية لا يغني عن سلامة الوسيلة أنا شخصيا مع الأمانة ومع هذه المحطات واجب تطويرها لأنها يواجه وهذه بوابة الحرمين طيب لماذا لم تقم أي أمانة في المملكة العربية السعودية بتنفيذ اللائحة إلا أمانة مدينة جدا فحسب كيف؟ لم تقم أي لأن هذه بوابة الحرمين يا سيد هذه بوابة الحرمين الآن في مكة أمانة العاصمة في مكة المكرمة لم تقدم على إغلاق أي محطة أمانة الدماء إذا سوّت شيء كويس أمانة الرياض فيجب أن تقتدي فيها الأمانات الأخرى إذا سوّت شيء أمانة جدا فيجب أن نقتدي بها يعني إذا سوّت أمانة جدا ما هو عيب إلا صحيح ما هو عيب لكن كيف التنفيذ لا يكون التنفيذ بالبطش واستخدام يعني سوء استخدام الصلحات الإدارية دكتور أمر هل تتهم أمانة جدا أنها بطشت بأصحاب المحطات في هذا القرار نعم وإلا ما كان ألغى طيب وصيلة القضاء الحق هو القضاء طيب القضاء متى بيقول رأيه الختامي في هذه القضية بإذن الله في احتوار في جلسة ثلاثة ثمانية بإذن الله تعالى طيب أشكر لك صراحة ظهورك دكتور أمر الخولي أنا بس تفضل تفضل لك الأمر تفضل 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 أنا هذه المناسبة ومن هذا المنبر أنا ألتمس وأرجو تنفيذ اقترحته من قبل ثلاثين سنة أي وقت وهو إنشاء إدارة قانونية لكل الجهات الحكومية إدارة قانونية مركزية تدافع وتناضل عن كافة الجهات الحكومية يكفينا التعويضات التي تدفع الخزانة العامة في النهاية كل الخزانة العامة هي التي تتحمل أي تعويضات تدفعها الجهات الحكومية صحيح وبعضهم يجهلون وبعضهم يا دكتور مستواهم ضعيف جداً أمام المحامير محترفين صحيح وافقك الرأي بصراحة وأشكر لك ظهورك وأيضاً حتى دفاعك عن هذه القضية يعني هذا حق لك يا سيدي شكراً لك دكتور أمر الخولي يعطيك العافية وشكري لك هذا التواصل